اهلا بكم يا جماعة في حلقة جدا من قصة كينج هيستوري القوالم نتكلم فيها عن كل الحضرات من بدايتها لنهايتها والنهاردة ان شاء الله هيكون امزادة لسلة معنى كلمة الفرعنة بس الاختلاف الوحيد اللي هيكون ان احنا النهاردة هنتكلم عن رموز الفرعنة بدلا من نتكلم عن معنى كلمة فرعون بالتحديد ولما نتكلم عن رموز الفرعنة هنلاحظ ان الفرعنة كان بيمسكوا في الصور بتاعتهم سولاجنات وعصى وكانت الصولاجنات او العصى رمز عام في السلطة في مصر القديمة واكتشف المؤرخين او اكتشف الباحثين واحدة من اقدم الصولاجنات الملكية في مجبولة الملك خعسخ موي في ابيدوس وبيوجد عدة صور من عهد الاصرات المبكرة بيحمل فيها المنوق عصى وبيظهر الملك ايج ايب من الاصر الاولى وبيحمل عصى في لوح حجرية بتعود اللوحة دي لسنة 1930 قبل الميلاد ومن اقدم الامثل على الصولاجنات في مصر في عهد مقابل الاصرات يعني عهد مقابل الاصرات هو كان اقدم بيسرع لحاجة زي كده وقدر المؤرخين والعلماء ان هما يعصروا على صولاجان في مجبولة ابيدوس بيعود تاريخها الى مرحلة اسمها نقادة الثالثة ودلوقتي هنتكلم عن اللحية وكان واجه الفرعون بيظهر في التماثيل وفي صور في العادة انه خالي من الشعر وحليء يعني محلوب ومع ذلك كانت اللحية المزايفة شارة ملكية بتعود لفترة مقابل الاصرات وكانت حاجة مهمة وبتظهر مدى قوة الملك في اللحية بتاعها طبعا حاجة غريبة بس هي دي كانت العادة في مصر القديمة وقد تقاسم الفرعنة للصفة دي مع الالهة يعني الالهة الزكور كان بقاليهم لحية زي ملوك بالظبط وستعد في تمييز الفرعنة عن البشر العادين وكانت اللحية بتاخد شكل لحية الصناعية طويلة مدفرة ومستقيمة او منحنية عند الطرف بتلبس على الزكت بتثبت من القذب بخيط زهبي طويل ولم ترددتش ملك احدش بسود بصفتها الفرعون في وقت اللي كان في ملكة لمصر نهاية ترتدي اللحية مزايفة ودلوقتي هنتكلم عن السل الفرعوني او تعبان الكبرى اللي كان بيكون موجود فوق دماغ الفرعون بالظبط والسل الفرعوني او تعبان الكبرى كان عادة بيلبس فوق تيجان او اخطيط الرأس للفرعنة وكان اقدم دليل معروف على السل بيعود لعهد الملك دان من القصة الاولى وكان من المفترض ان الكبرى او السل بيقوم بحماية الملك من خلال انه بيطلق النار على اعداء الملك في حالة اتجاههم عليه في وقت الحروب او في حالة لو اتجاه عليه واحد من المحاولات اللي كان بتحصل لاختيار الفرع ودلوقتي هيبدأ نتكلم عن التيجان والتيجان دي كانت من الحاجات اللي بتكون مميزة للملوك بعيدا عن اذا كانوا فرعنة او غير كده والتيجان كان فيه منهم تات انواع التاج الاحمر والتاج الابيض والتاج المزدوج بالنسبة للتاج الاحمر بيعود تاريخ التاج الاحمر لعصور ما قبل الاسرات وبيرمز للحكم الرئيسي وتم العصور على تاج احمر على قصرة فخيرية من نقادة وفي وقت لاحق بيظهر الملك ناعرمر او الملك مينة مرتدي التاج احمر في لوحة من اللوحاته بالنسبة للتاج الابيض بيعود تاريخ التاج الابيض لمصر العليا او الحالات من سامها الصعيد وبيظهر الملك العقرب الثاني من عصر ما قبل الاسرات وكان مرتدي التاج ده وبالنسبة للتاج المزدوج هو مزيجي من التاج الابيض والتاج الاحمر في تاج المزدوج وهو بيرمز زيادات الفراعون على مصر العليا ومصر السفرة وتم توصيقه لأول مرة في موت السفر الأسرة الأولى في مصر وبيعود تاريخ اقدم تصوير ليه لعهد الملك دان وبكده يا جماعا يكون وصلنا لنات حلقة النهاردة وبالنسبة لموضوع معنا كلمة الفراعنة فهو السسلة دي انتهت بشكل كامل ان شاء الله في حلقات تانية هنتكلم عن مواضيع تانية ممكن تكون مختلفة بس احاول على اقرب وقت ان انا ما حاولش ابعد عن المحتوى الخاص بالفراعنة او احاول اجيب حاجة مختلفة واتمنى ان لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي حاجة جدا انا بعملها السلام عليكم